في وقعة طريفة كده بتقول إن كابتن حسام البدري أجلك فرحك. دي حقيقة؟ لا لا لا. هو ما أجليش فرح ولا حاجة خالص. هو كابتن حسام بيحب دايماً التركيز في الماتشاط. وبيحب دايماً اللعبة تمام ركزة. وما فيش أي حاجة تشغيلها. ودايماً وقت الشغل شغل. فأنا كنت أنا خبيت عليه أساساً إن أنا تجوزت. خبيت أصلاً؟ خبيت عليه أوه ما كانش يعرف أساساً. يمكن أن أنا ما عملتش فرح كتبت كتابي وكان عندنا ضغط ماتشاط. فكتبت كتابي ونزلت تاني يوم التمرين عادي جداً. طب قال لك إيه عندما عرف أن أنت جوزت من وراه؟ عارف بعدها بثلاث شهور. ثلاث شهور؟ أه عارف بعدها بثلاث شهور. كان الناس القرابة مني هي اللي عارفة بس كريم نيدفيد. محاسش بأي تغيير بأي فرق؟ محاسش؟ لا خالص يعني نزلت التمرين تاني يوم عادي واشتغلنا في التدريبات والماتشاط وبنكسب والأمور مشى كويس. فعارف بعدها فيعني جيت داني واحدة كده بس تنام يعني الدنيا مشي. يعني جيت على عروسة عشان التمرين؟ آه يعني كنت متجوز في نص الموسم فكان ما كانش في أجازة فما كانش ينفع أن أنا أخذ أجازة. ومراتي يعني كانت متفاهمة الموضوع كده فالحمد لله يعني كانت متفاهمة معها في الموضوع ده وبشكرها يعني والحمد لله مشيت يعني. الحمد لله. مين بقى في فرحك؟ كان عايز يأكل كبدة والكبدة خلصت واشتكى وكان في مشكلة وطلعوا قالوا لك في الكوشة إن في حد عايز يأكل كبدة. آه هو كان عملت زي يعني يوم في البلد أنا من بنها من قرية سمعها جمجرة جديدة فكنت حابب أعمل يوم في البلد نتجمع فيه ويبقى فيه زي ما بيقولوا حنة أو حاجة لنا كلنا. فالحمد لله الفرحة كلها جد يعني حوالي خمسة عشر اللعيب كلهم جمع كل الفرحة جد فالأكل بتادي يخلص والعدد كتير واللعيبة بتاكل والناس بتاكل فكان عبدالله السعيد وإحجازي وكابتن حسام غالي وعشور ومعلول وأجايل فرحة كلها كانت موجود يعني. ففعلاً كان فيه لعيبة طلبت كبدة وكبدة قد خلصت فاضطرت إن أنا بقى أبعد ناس تجيبه وكده وفاس في الآخر مرحلتش. مولتلناش أسماء مين اللي عبيبا؟ كان الكابتن حسام غالي النفش أبه كبدة وكابتن حسام عشور وأجاي فحصل لنا ضرب بس الحمد لله مشت يعني كملنا ببقيت. كان في احتجاج كل ناس عايزة كبدة. كملنا بأنواع تاني كملنا بحاجات تانية كتير فمشت يعني اليوم بس كان يوم جميل وكان يوم حلو يعني. كملنا بحاجات تانية كبدة.